الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشره وكرم ودارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحج أبي الحسيد مسلم بن الحجاج بن مسلم الحشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي ولوم شيخي وتلامذتي وكراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين الباب الرابع من الكتاب السابع والثلاثين كتاب الأشربة باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام مسلم في صحيح الحديث السابع والخمسين بعد المائتين والخمسة آلاف قال حدثني زهير بن حر قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة يعني الخمر المعتاد عندكم في عصره لأن بعد ذلك استخرجوا خمور من أشياء أخرى كالزرة وكالشعير وكالبصل وكالتفاح وغير ذلك بالنبي يتكلم على أن الخمر التي كانت متداولة في عصره في جزيرة العرب من شجرتين من هي النخلة والعنبة وعن به قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وعن به قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكير عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة اللي هي العنب كانوا يسموها كرمة ليه لأن اللي بيشرب الخمرة بيفقد الحرص على الدنيا فيبقى كريم فيبقى يسموه كرمة عشان كده لأن بيتحولوا إلى كريم لأن ما بيفقد عقله ما يعرفش قيمة الحاجة اللي معا فيديها للناس فيبقى كريم فسموها كرمة عشان كده وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن تسميتها بالكرم وقال الكرمة هو المؤمن المؤمن هو اللي كريم إنما إيه العنب اللي اسمها الخمر فنهى أننا نسمي العنب الكرم هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كرايب الكرم والنخلة بابك راعت انتباذ التمر والزبيب مخلوطين اللي احنا بنسميها إيه خشاف جده عند الإمام مالك مكروه مطلقا حتى الوقت مكروه عند الإمام مالك ليه لأنه بيقولك بيسرع في الإسكار خصوصا في البيئة الحرة لكن احنا طالما بنخلطه بنشربه على طول أو بنحطه في التلاجة نمنع الإيه الإسكار يبقى لبأس فعند الشفعية لبأس عموما الخليط ما لم يكن إيه مسكر والنبي نعى عن الخلط في عصره لأنه كان في بيئة حارة وكان خلطها يسارع في الإسكار فيضيع ماليتها فيضطروا الناس أنهم يرموها فنعى عن خلطها من أجل الحفاظ على ماليته صلى الله عليه وسلم باب كراهة انتبال التمر والزبيب مخلوطين وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سميت عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر والبصر برده والتمر قبل نضبه يسموه بصر وعن أبيه قال حدثنا قتائبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا والنبذ معناه أن يوضع في الماء ويترك هذه معنى النبذ يعني يوضع في الماء ويترك حتى يتسكر الماء ثم يشرب معه ويوكل وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظه بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسري وبين الزبيب والتمر نبيذا وعن أبي قال يبه هذا النهي نهي إرشاد وليس تحريم لأن المقصود منه المحافظة على مالية الطعام حتى لا يسرع إليه الفساد فتضيع ماليته ويسكت خصوصا أنه كانوا في بيئة حارة وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبدى الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبدى البصر والرطب جميعا وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ولا أخبرنا يزيل بن زريع عن التيمي عن أبي نبضرته عن أبي سعيد يعني أنت برضه لو الكهرباء بتقطع الوقتي زي ما بتقطع اللي يقطع وإحنا الوقتي في وقت حرب فما فيش داعي تحط الخليف مع بعضه والكهرباء تقطع ثم إيه يسرع بالإسكار وقعد يومين تليه تشمه كده ليه طعمه بقى خلاص تغير ثم تتري ترميه وانت جايبه بفلوس تضيع مليتك مش كل واحد يتحمل تضيع مليته في ناس يدب أمواله على قده فهمت إزاي يبقى حربة النهي ده يفيدك حتى في العصر بتاعنا ده عشان بيطاع الكهرباء كتير فهمت بقى لأن انت ممكن تقول ما أنا حخلطهم وحطهم في التلاجة ما يجريش حاجة طب ما هو التلاجة بتقطع الكهرباء وإحنا الوقتي في عز الحرب في بيئة حارة فهمت إزاي يبقى لازم ناخد بالنا إن النهي ده برضو مش معنى إنه كان خاص في عصر النبي بس يعني في كل عصر حتى في عصر مرسي والسيسي في مصر ليه لإن جاء رمضان في الصيف ويقطعوا الكهرباء أيام مرسي وأيام السيسي بسبب الأزمة اللي إحنا إيه بيقولوا عليها فهمت بقى يبقى لأن نعرف إن نهي النبي مناسب لكل عصر ولكل زمان تعرف علة الناهي فحيثوما وجدت العلة عامل الناهي رفعت العلة رفع الناهي فهمت بقى إزاي؟ لازم تبقى فقيه يعني تبقى فاهم وفقيه طيب إنت في بيئة ما فياش تلاجات ولا كهرباء أصلا عايش في غابات أفريقيا خلاص ما تخلقش بقى لأن إنك لا مرسي ولا سيسي لكن ما فيش كهرباء أصلا فهمت بإزاي؟ يبقى في الحالة دي وهو على فكرة مزدن بمرسي ولا السيسي ده دي قضية للأسف وسيئة يعني الترتيب لها على مدى 30-40 سنة فتت حكومات وقرأوا حكومات وعارفين إن الأمور إنها ستؤدي إلى ذلك في المستقبل حسبوها لما إيه؟ الناس غير مفرور كانوا يعملوا حسبهم للأسف فنسبت إلى هؤلاء وهؤلاء مظلومين لأنهم وارثوا يعني إرث فاسد فهم بيحاولوا يسلحوا الفاسد فربنا قوي كلما زاد الخليط كلما زادت مسارعة التغيرات بسرعة خصوصا لو كانت في بيئة حرة والنبي لما اختار الحاجات يختار اللي موجود في عصر يبقى أنت مثلا عندك مشمشية وعندك أراسيا وعندك الحاجات الجديدة بقى ما هو نفس القصة فما تنعودش تخلطها مع بعضا يعني هي القصة واحدة بس النبي ليه خاصة هؤلاء لأن دي اللي كان موجود في الزمن لو قال لهم ما تخلطوش المشمشية والأراسيا هيقولوا إيه؟ ما يعرفوهاش والنبي كان يقاطب الناس بما يفهموا تقيمت بقى إزاي؟ فلازم الواحد يعرف الحكاية الوقت يبقى من يحطوا تين ويحطوا مشمشية ويحطوا أراسيا ويحطوا كمان زبين ويحطوا عين جمل ويحطوا بندق ويحطوا لوز أنهوح كتيرة بقى ليه لأن الناس فتحت البلاد وبقى خيرات كل البلاد تتجمع في حتة واحدة تقيمت بقى المسألة فيبقى نفهم على طول علة إيه؟ علة النهي علة النهي أنهو كلما زادت الخلطة في بيئة حارة أسرعت إيه؟ التخمير فيها يبقى ليه العلة؟ فيهدت بقى إزاي؟ يبقى إيه؟ ما ندورش بقى على التسميات المهم المعنى المعنى أنك أنت يريدك النبي صلى الله عليه وسلم قال له تضيع مالك وقال له تشرب مسكر هو ده المعنى اللي النبي عايزه منك اوعى تشرب مسكر واوعى تضيع مالك وتقوم تعمل حاجة تفسد بسرعة ويضيع مالك تهمت بقى؟ يبقى عمر الدين داخل في الموضوع تهمت إزاي بقى؟ تعطى عمر الدين بدل المية وفي طمر وفي زبيل قال له دخلتها بقى وبعدين يجي الكهرباء تقطع كمان واخد بقى لك إزاي؟ تيجي هتفطر تشمعت لقى تعمها تغير ترح رميك وتتخنى مع مراتك ده إيه لأنها ضيعت مال يدها وفلوسك خلصة وهتجيب منين؟ تقوم تضطر لتنزل إنتا وهي تفطر وفي مئدة الرحمن واخد بقى مشكلة وعنه بقى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله سلام أن نخلط بين الزبيب والتمري وأن نخلط البسرة والتمرة وعنه بقى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله وعنه بقى حدثنا كتيفة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد القدري قال قال رسول الله سلام من شرب النبي ذا منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا لأنه دا يقدر يعيش مدة طويلة في البيئة الحرة دون أن يتخمه طب إحنا عايشين في الإسكيمو في قصد التلج خلاص ما فيش مشكلة عندنا حط اللي تحطه دا حيقعد له شهر على ما يتغير ويمكن ما يتغيرش خالص ما أنت عايش في وسط التلج تهمت بقى إزاي يبقى تختلف باختلاف البيئات تهمت المسألة وعنبي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاقة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بأدى الإسنات قال نهانا رسول الله سلام أن نخلط بصرا بتمرن أو زبيبا بتمرن أو زبيبا ببصر وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع فردا فردا وعنبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله سلام لا تنتبدوا الزهوة والرطبة الزهوة اللي هو برضو البصر يعني هو التمر أول ما يأخذ لون قبل ما يحلو يبقى إسه ماسخ ماسخ يعني يعني وجوش حلاوة يعني يسموه بصر كويس؟ يسموه الزهو لا تنتبذوا الزهوة والرطبة جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته يبقى النبي قال البصر أو الزهوة والصحابة بيروي بالمعنى تقيمت بقى إزاي؟ لأن الصحابة عارف أن البصر هو الزهوة طيب بعدهم قال الزهوة بعدهم قال البصر النبي قال لفظة إيه بالضبط؟ قال البصر ولا الزهوة يا ترى؟ مش عارفين ربما تقيمت بقى إزاي؟ لكن المعنى واحد لأن الصحابة كان يروي أحيانا بالمعنى مش شرط يروي بنفس اللفظة يا رب وعنه بيقال وحدثنا أوباكل بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسمال مثله وبنسبة عطاء الكهرباء ننصح أي واحد فيك لا يأكل لحوم في الخارج لإلى أن الوقت تبتع الكهرباء على المطاعم واللحوم موجودة في تلاجات المطاعم فبتفسد وأنا جالي كذا حالة تسمم غزائي الفترة اللي فاتدي بسبب أكل اللحوم في خارج المنزل بسبب أن اللحوم فسدت عند المطاعم وبعدين التوابل بتضيع طعم الفساد يعني هو بينضغ لك اللحم ويضع فيه توابل بحيث تأكل اللحم منتن دون أن تشعر أنه منتن لماذا؟ لأن التوابل أخفت نتنو فتة كل المصر يجي لك مغص وقيق وإسأل وشهدانة تسأل وكالت إيه ولك استكلت السن داوت شعن بالحتة الفلانية فما فيش داعي وتدور الأيام ويظل الفل والطعمية أأمن أكلة في مصر نظر الحمد لله أرخص أكلة وأأمن أكلة هي الفل والطعمية كويس؟ هو من فتأ دي مبتاة يا ربي وأنه بي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارد أن قتادة إذن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لا أنا دخلت في حديث ثاني قرأت في صفحة ثانية معلش نرجع إحنا في الحتة اللي كنا فيه إحنا في الحديث أي محمد بن مثنى أي تمام أنا دخلت أصف الصفحة اللي أبلا وعنه بي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهوى والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا يعني مخلطين يعني ولكن انتبذوا كل واحد على حدته يعني فردا فردا وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثوا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وعنه بي قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهدين الإسندين وعنه قال الرطب والزهوة والتمرة والزبيبة وبلاحظ أن في الرعاية دي الزهوة تحط مكان البصر يبقى الزهوة هو البصر وعنه بي قال وحدثني اللي هو البصر ده بيتعمل منه شراب يسموه كان إيه الفضيخ قريناها مبارح كان يعملوا منه خمر يسموه الفضيخ كده برضو كنا قرأناها بالأمس وعنه بي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتدت عن أبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته هو فيه فرق دقيق بين الزهو والبصر يعني فرق الدقيق إيه إن الزهو هو التمر لما يبقى أخضر ده البصر البصر تمر وهو أخضر البلح أول ما يبتدي يظهر ويبقى مخدر يسموه بصر أول ما يظهر فيه صفار أو حمار يسموه زهو فهمت إزاي؟ يبقى هي مرحلة يعني للنضج مراحل في النضج ده الفرق الدقيق لكن إيه الصحابة بيعتبروا البصر والزهو حاجة واحدة لأنه لسه هو بلح غير ناضج بلح إيه غير ناضج يعني ماسخ حدش يرضى يأكله لأنه ليس له طعم يعني حلو في المذاق وعنه بيقال وحدثني أبو سالمة بن عبد الرحمن عن أبي قتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث وعنه بيقال حدثني زهير بن حرب وأبو كريب والأبو دولي زهير قال حدثنا وكي عن عكرم بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي ريرة رجل عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهم على حدته وعنه بيقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن هذينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة رجل عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وعنه بيقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب وعنه بيقال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البصر والتمر وعنه بيقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا وعنه بيقال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه قال قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا باب النهي على الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا النبي في أول الأمر عندما حرمت الخمر نهى أن ينبذ في أوعية معينة كانت تستعمل في بيئته في جزيرة العرب في هذا الزمان كان الانتباذ فيها يسرع بالإسكار زي أن هي تستعمل من القرع تسمى الدباء أعرف القرع القرع يمسكه كده القرع يروح أسمها نصين وبعدين يجنففها وبعدين يستعملها إناء يشرفين فده يسمى الدباء فلما كانوا ينبذوا في هذا الدباء كان يسارع الخليط مع الحرارة تتحول لخل فالنبي نهى عن الانتباذ في الدباء وفيه آنية تانية تسمى الحنتم أيام النبي كانت تبقى مدهونة بخضار مدهونة بخضار عشان يسدوا مسامها فلا تخترقها الماء فسد المسام ده مع وجود حرارة عالية مع وجود انتباذ في داخلها يؤدي إلى سرعة الإسكار فنهى النبي عن الانتباذ في آنية الحنتم وكان هناك آنية أخرى أيام النبي تسمى المزفة أو المقير كان يسد ما سمها بالزفت والقار فسد المسام ده يؤدي أيضا إلى سرعة الإسكار فنهى عن استعماء الانتباذ في المزفة والمقير هذا مؤقتا حتى استقر تحريم الخمر وصار الناس يأنفوا أن يشربوا مسكر نسخ الحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا واضح؟ يبقى مرت الأمور بمرحلتين الأول نعاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية لأنهم كانوا حديث عهد بالتحريم خمر فلما طال العهد وأنفوا الخمر وصاروا لا يشربونها ولا يفكرون أن يشربونها أصلا أجاز لهم أن ينتبذوا في أي وعاء وعلم أنها لو أسكرت لألقوها ولا يشربونها فقال انتبذوا في كل وعاء تهمت بقى بالحكم نسخ بعد ذلك والكلام ده كله احنا تكلمنا عنه في أبواب الإيمان في أول صحيح مسلم على فكرة وعنه بي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه والدباء اللي هو من قرح آني من القرح وعنه بي قال وحدثني عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهرية عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبو رايرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفة ثم يقول أبو رايرة واجتنب الحناتم والحناتم اللي يلحمتن في الواية الثانية جرار مدهونة خضر تسرع فيها التخمر لأجل دهنها يعني وعنه بي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزم قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير النقير كان يجب لك بس عن جزع نخلة وينقرها كده ينقرها يعني يحفر فيها حفرة حتى تصد كأنها إنان تسمى النقير برضو لما كانوا ينتبذوا فيها يسرع فيها التخمر تهم قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم قال الجرار الخضر وعنه بي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء وفد عبد القيس هذا كان جاي من البحرين من البحرين شوف البحرين فين والنبي لم يذهب إليها أصلا فلما جوم النبي نهاهم عن أنية هم بيستعملوه تحط فيها انتباز في بيئة حرة يسرع فيها التخمر دون أن تشعر لكن لو مش مقطوعة الرأس ومربوطة لو تخمرت تنتفخ ثم تنتبه فهم؟ لكن لو تبقى مقطوعة الرأس محصلش فيها انتباز فتم تعرفش إنها إيه؟ خصوصا إنها كمان بتبقى غير شفافة فأنت تروح شارب من فهمها على طول تسكر وانت بتشوخل بقى فانها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن المزادة المجبوبة يعني مقطوعة الرأس التي بغير عزلاء ولكن اشرب في سقائك وأوكه لأنك لما توقيه يعني تربطه لو سارع فيه الإسكار ينتفخ يبقى تنتبه فهمت بقى لكن لو سبت الوكاء الوكاء وهو الرباط فلو سبته مفتوح ممكن يحصل فيه تخمر ولا ينتفخ لأنه مفتوح فهم؟ وعنه بيه قال حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعب كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسوله السلام أن ينتبذ في الدباء والمزفة هذا حديث جرير وفي حديث عبثر وشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة وساعة مكان المزفة يقول لك المقير جاي من القار والقار هو الزفد وعنه بيه قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه قال نعم قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله سلام أن ينتبذ فيه قالت نهان أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر قال إنما أحدثك بما سمعت أأحدثك ما لم أسمع وعنه بيه قال وحدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن الدباء والمزفة وعنه بيه قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيو والقطان قال حدثنا سفيان وشعب قال حدثنا منصور وسليمان وحمد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وعنه بيه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل قال حدثنا ثمامة ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنه فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنعهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم وعنه بي قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة وعنه بي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسنال إلا أنه جعل مكان المزفة المقير وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حاب قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنه ما يقول قادم وفد عبد القيس على رسول يسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل عن حبيب عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسوله النقير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسوله عن الدباء والحنتم والنقير وأن يخلط البلح بالزهو وعنه بي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة وعنه بي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيل بن زراء عن التيمي حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيها والجر لي الحناتم لي الحنتم وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال أخبرنا سعيد بن أبي عرب عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقيد والمزفة وعنه بي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتدة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبد فذكر مثله وعنه بي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رجل الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير وعنه بي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللوض لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرين يعني ابن حازن قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري فقلت وأي شيء نبيذ الجري فقال كل شيء يصنع من المدر المدر اللي هو يعني التراب المحروق زي الخزف لأنه ما بيبقى شلي مسان اللي كانوا زماني سموا الحنتم أيام النبي وعنه بي قال حدثنا يحيا ابن يحيا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قال نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفد وعنه بي قال وحدثنا قتيمة ابن رمح عن الليز بن سعد حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل طولا حدثنا حمال حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا وبيد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقافية عن يحيا بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال وحدثني هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهبن قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مبازيه إلا مالك وأسامة وعنه بي قال وحدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرنا أحمد بن زين عن ثابت قال قلت ابن عمر نهى رسول الله سلام عن نبيل الجر قال فقال قد زعموا ذاك قلت أنهى عنه رسول الله سلام قال قد زعموا ذاك والزعم عند قول القراشيين يعني القول المحقق وعنه بي قال حدثنا يحيا بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل ابن عمر أنهى نبي الله سلام عن نبيل الجر قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه وعنه بي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم وعنه بي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سلام ناء عن الجر والدباء وعنه بي قال حدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أنهى رسوله السلام عن نبيل الجر والدباء والمزفت قال نعم وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسوله السلام عن الحنتم والدباء والمزفت قال سمعته غير مرة وعنه به قال وحدثنا سعيد بن عمر الأشعثين قال أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وأوراه قال والنقير أوراه يعني أو ظنه وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجر والدباء والمزفت وقال انتبذوا في الأسقية لأن الأسقية زي ما أتلك إذا كانت مكاة إذا حدث فيها تغير تنتفق فيصدر مكاة يعني مغبوطة بخلاف المكبوبة وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث قال نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال حدثني زادان قال قلت لابن عمر حدثني قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية الأسقية هي من الجلدية اللي يسموها القربة وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسنان وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الخالق ابن سلم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحمتم فقلت له يا أبا محمد والمزفة وظنمنا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء وعنه بي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريش قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله عليه وسلم ينع عن الجر والدباء والمزفة قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبد له فيه نبذ له في تور من حجارة يعني إناء صغير التور الإناء الصغير من حجارة وعنه بي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة وعنه بي قال وحدثنا أحمر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام البرام بردو اللي هو تور من حجار ياسمه برام يعني يعني كأنه سمى برام ومرة سمى ايه؟ تور احنا نقول برام بقراءة وارش بقراء برام برام في المصريين ولو كده بقراءة وارش باقي القراء برام بقراء فقط بقراء فقط وعن بيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي الشيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر عن ابي سنان وقال ابن المسنى عن ذرار بن مره عن محارب عن ابن بريدة عن ابي حام قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا درار بن مر أبو سنان عن محارب بن ديسار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله سلام نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكر هنا نسخب فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكر وعن أبيه قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيانة عن علقمة بن مرثل عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيدكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكن حرام يعني الإناء ما بيحرمش ولا بيحلل اللي بيحلل هو ما داخل الإناء اللي يحل ويحرم هو ما داخل الإناء وعن أبيه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شايبة قال حدثنا وكي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم والأدم جمع أديم وهو الجلد المدبور كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا وعن أبيه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شايبة وابن أبي عمر واللوظة لابن عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجدوا فأرخص لهم في الجر غير المزفستين ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملاركته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمين تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي نمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عمنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير